البداية بمعارك الفلوجة فرغم كثافة الضربات التي توجهها القوات العراقية المشتركة والتقدم البطيء الذي تحرزه على حساب داعش في محيط الفلوجة لا سيما بعد طرد التنظيم المتطرف من السقلوية القريبة لا يزال هذا التنظيم قادرا على شن هجمات معاكسة وإن كانت يائسة بعشرات من الانتحاريين والسيارات الملغمة مدعوما بشبكة خنادق دفاعية ويبدو أن الحكومة العراقية والتحالف الدولي يعولان كثيرا على الانتصار في هذه المعركة لأنها ستكسبهما زخما ضروريا للمعركة الأهم في الموصل جنود وأسلحة ومضرعات على طول الطريق المؤدي إلى جنوب الفلوجة في محافظة الأنبار إذا تزال القوات العراقية المشتركة تحاول التقدم باتجاه وسط المدينة لاستعادتها من قبضة داعش ويبدو أن قيادة العمليات المشتركة تركز حاليا على المحور الجنوبي للفلوجة آملة أن يشكل هذا المحور منفذا رئيسيا لاقتحام المدينة إصرار يبدو واضحا من خلال دفع الجيش العراقي بقوات جهاز مكافحة الإرهاب إلى الصفوف الأمامية لعمليات الاقتحام فقوات مكافحة الإرهاب تصنف من قوات النخبة الأكثر تدريبا وخبرة في المعارك ضد داعش خاصة حرب الشوارع من المحور الجنوبي باتجاه مدينة الفلوجة وحاليا وصلنا إلى مركز النعمية والحي المحيط به حفاظا على المصور والكادر الإعلامي ما دخلناه للداخل وعازمون على تحرير مدينة الفلوجة بإذن الله قيادة العمليات العسكرية أوضحت أن قواتها صدت هجوما لداعش وبدأت تمشيط المنطقة الجنوبية ونزع الألغام والمتفجرات التي زرعها التنظيم ستتقدم قوات الشرطة المحلية محافظة لنبار المتمثلة الوحدة التكتيكية وفوز الدفاع الواجبات وقسم متفجرات لنبار الحمد لله تم إزال من حديث العبات الناس فلتقدم مقطعات وإن شاء الله قريبا سنطلق مدينة الفلوجة بإذن الله وفي ظل اجتداد المعارك على المحور الجنوبي للفلوجة تبدو باقي القوات على المحورين الشرقي والشمالي تعمل على عزل وتطويق المدينة بهدف قطع الطريق على أي محاولة من قبل داعش لإمداد أفراده المحاصرين بالسلاح والعتاد لدى يوسف الآن المزيد من المعلومات عن سير العمليات حول الفلوجة مساء الخير يوسف لافت هذا الهجوم المعاكس الذي قام به داعش على الرغم أنه تم صده بحسب المعلومات نعم الجيش العراقي يقول أنه تم التصدي له لكن واضح أنه المعركة يعني مستمرة وداعش لا يريد أن يسلم بسهولة سريعا نشاهد على الخريطة وضع الفلوجة على الأرض ونتحدث عن قسمين رئيسيين هنا الفلوجة المدينة كما نشاهدها السقلوية ناحية السقلوية هي في الشمال الغربي في مسافة بين السقلوية والمدينة الفلوجة ما تم إحرازه اليوم من تقدم كما أعلن الجيش العراقي قبل أن نأتي إلى موضوع هجوم داعش كان تحرير حي الشهداء الذي في السقلوية هنا وهو تقدم مهم لأن الكثيرون يقولون أن السقلوية صعبة الاقتحام والدخول وبالتالي فأن تحرير حي فيها مهم جدا من الناحية العسكرية هذا في ناحية السقلوية لكن في الجنوب جنوب الفلوجة كمدينة هناك أيضا حي الشهداء لكن لم يتم دخوله هناك القوات ما زالت في النعيمية إذا ما كانت الصورة هنا واضحة في الجنوب لو تم تحرير منطقة النعيمية بشكل شبه كامل حسب المصادر العسكرية يتم محاولة الاقتراب من حي الشهداء هنا في الشمال الشرقي لكن داعش حسب المعلومات التي انسحبت من النعيمية وانهارت دفاعاتها هنا بالأمس أغرقت المنطقة بالمياه وحاولت الهجوم اليوم في الصباح الباكر بهجوم عكسي من خلال الخنادق التي يتمركزون فيها هناك ومفخخات سيارات مفخخة وقال الجيش العراقي أنه أيضا ألقى القبض على ثلاث انتحاريين قبل أن يفجروا أنفسهم وبالتالي الانسحاب من النعيمية اليوم عاد داعش وحاول أن يهجم بشكل مباغت لديه أنفاق لديه قناصة لديه أيضا انتحاريون ومفخخات حاول أن يستعيد ربما النعيمية أو يوقف للزحف لكن هجومه المعاكس اليوم تم صده هنا في النعيمية قرب حي الشهداء الموجود في جنوب مدينة الفلوجة وبالتالي ما زالت المعركة هنا كما قلنا سابقا سريعا فقط حاول جيش الدخول والاقتحام من أكثر من محور الشرقي الطريق السريع أيضا في الغرب هنا على نهر الفرات هناك قوات ومحاولات للاقتحام أيضا من الشمال الشرقي هناك محاولات ولكن كما تبدو المعركة في السقلوية وفي جنوب مدينة الفلوجة أشد اشتعالا وضراوة هذا حتى اليوم مهند فيما وصل إلينا من معلومات حول المعركة شكرا جزيلا لك يوسف سنحاول لصداح أكثر من ضيفنا معنا من بغداد مستشار المركز الأوروبي العربي لمكافحة الإرهاب اللواء عماد علاوي اللواء علاوي مرحبا بك معنا نتحدث بداية قبل الهجوم المعاكس عن سير العمليات في الفلوجة كيف ترى هذه المسألة وهل تتوقع بالفعل كما يتوقع كثيرون مقاومة شرسة ونيران كثيفة كما هو واضحة الآن يعني كل المعطيات السابقة والحالية تدل على أن الفلوجة التي يطلق عليها تنظيم داعش أرض الرباط والموصل يطلق عليها أرض التمكين سيحاول التمسك بها بشكل مستميد معظم القوات التي تم سحبها من المناطق التي نجح الجيش العراقي بتحريرها في محافظة الأنبار تم دفعها إلى مدينة الفلوجة سيحاول التنظيم كما هو واضح التمسك بهذه المدينة بشكل كبير لهميتها ورمزيتها المعنوية بالنسبة لتنظيم داعش وهو قام بتحصينها كما ذكرتم بالأنفاق وبالعبوات الناسفة وبالعجلات المفخخة والدور المفخخة ونشر القناصين وكما هو واضح أنه في محيط الفلوجة وصل التنظيم إلى أيضا نشر الأنفاق ونشر القناصين ومفارز التعويق هذا يدل على أن المعركة القادمة ستكون معركة شريسة مع التنظيم وستكون معركة كسر عظم هذه كلها هيئة الركن في العمليات المشتركة العراقية قد أخذتها بنظر الاعتبار وأدخلتها في حساباتها يقوم الجيش العراقي والحجد الشعبي والحجد العشائري والشرطة الاتحادية بعمليات وطولية الآن في قضم والتقرب من حافات مدينة الفلوجة اليوم من الممكن القول أن حي الشهداء في جنوب الفلوجة باتت قوات جهاز مكافحة الأرهاب على بعد 500 إلى 700 متر وهذا يدل على أنه اليوم هذا الحي أصبح في مرمى النيران المباشرة لأسلحة الخفيفة والأسلحة المتوسطة التي يمتلكها جهاز مكافحة الأرهاب وبالتالي عملية الاقتحام إلى هذا الحي ستكون قريبة في خلال الساعات القادمة إن شاء الله على الرغم من قيام التنظيم بشن هجوم قابل هذا هو سؤالي جرس تمكنت لأسلحة الأرهاب من احتواء على الرغم من هذه الهجمة على الرغم من هذه الأعداد الكبيرة من القوات المسلحة ومن يحارب معها وعلى الرغم من أنها مدعومة بالطيران وكل هذه الأمور مع ذلك تمكن التنظيم من القيام بهجوم معاكس في القاطع الجنوبي باتجاه النعيمية وعلى الرغم من أنه لم ينجح في هذا الهجوم إلا هو على الأقل تمكن من القيام بذلك على ماذا يدل هذا برأيك هل ما زال التنظيم قادرا على القيام بمثل هذه الهجمات الارتدادية بالعكس هذا يدل على أن التنظيم فقد قوتة التي كان يتمتع بها سابقا والدليل على ذلك هو فشل هذا الهجوم المقابل اليوم في منطقة حي الشهداء باتجاه النعيمية هذا يدل على أن هناك انهيار بالمعنويات لدى عناصر التنظيم داخل مدينة الفلوجة وأن عملية الاستنزاف القوات المسلحة العراقية غير مستعجلة في دخول إلى مركز الفلوجة لأنها تحرص على حياة المدنيين الموجودين داخل المدينة تحاول أن تتيح لهم أكبر فرصة ممكنة للخروج من خطر الوقوع بين نيران المعركة مع تنظيم داعش وأيضا يحاول التنظيم الاحتماء بهؤلاء المدنيين وتجنب نيران المباشرة للقوات المسلحة العراقية وطيران العراقي وطيران التحالف الذي يقدم وقدم اليوم مساء هذا اليوم إصناد كبير خاصة في المحور الجنوبي هذا يدل على أن عملية الاختراق ستتم من هذا الاتجاه إن شاء الله في الساعات القليلة المقبلة طيب عنا حوالي دقيقة لواء علاوي إلى أي مدى يمكن للتنظيم أن يقوم بهجمات مواكسة أو مضادة في مناطق أخرى في هيت على سبيل المثال القيام بعمليات تفجيرية انتحارية في بغداد أو في مناطق أخرى كرد فعل على هذا الهجوم يعني هذه المسألة واردة جدا وقد لمسنا في اليومين الأخيرين قام بالتعرض في مدينة هيت وفشل التعرض وعطى خسائر كبيرة أكثر من 60 عنصر من عناصر تم إبادتهم وأيضا قام بهجمات انتحارية داخل مدينة بغداد من المتوقع قيامه بتحريك خلايا النائمة سواء في العاصمة بغداد أو في محافظات أخرى ومحاولة شن تعرضات لتخفيف الضغط وتشتيت انتباه هيئات الركون والقيادات العسكرية عن ما يحصل في محيط الفلوجة وفي مركز الفلوجة وهذا هو فعل طبيعي ومتوقع في ظروف معركة خبرت جيش العراقي التعامل مع هذا التنظيم خلال السنتين الماضيتين وعرف أساليبه وتدرب على ردود فعله المعروفة ولذلك هذه كل الأمور تم أخذها بنظر الاعتبار وهناك تعاون اليوم وثيق بين منظومة الاستخبارات العراقية والمدنيين داخل مدينة الفلوجة وفي داخل الأراضي التي لا يزال التنظيم يسيطر عليها في مناطق مختلفة من العراق هذه ستسهل عملية إزاحة التنظيم وتوجيه ضربات قاسمة ودقيقة إلى عناصر التنظيم في هذه المناطق إن شاء الله اللواء عماد علاوي مستشار المركز الأوروبي العربي لمكافحة الإرهاب كان معنا مباشرة من بغداد